استغربنا من كلاب اللي اسمعناه البارح من عند سي رضا شرفدير ريس النجم الرياضي الساحلي اللي حاول يوجه يعني الرأي العام في ثنية غالطة المعطيات اللي عندنا من الأول هي أنه المباراة هذه مباراة هوريسك وشيء هذا اللحظناه قبل المباراة منذ مباراة الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي كانت الأجواء سخونة في سوسا ثم بعد ذلك وقع تأنيب الجماهير عن النجم الرياضي الساحلي على المواقع الاجتماعية ضد تراج الرياضي التونسي مشينا لسوسا بوافد يعني قليل وقليل جدا الشيء اللي لازم ما مشيه حتى مسؤول زيادتان على المسؤولين تعفريق أكابر كورت القدم ومن اللي دخلوا الملعبية للملعب حاسينا أنه الأمور ما هيش عادية ما هيش عادية أنه هيك أنه مثلا فرانكوم وقع الاعتداء عليهم من طرف شخص منذ العمليات الأحمائية يقولوا الناس تراج الرياضي اشتعملت مهر بالصغير كان يستحق ورقة صفر على أقصى تقدير هاش عمل القام بلقته أنه اخذها الكورة ورمها ينهالوا عليه خمسة وستة لعبين ويضربوه أنيس البدري وقعت ما عنده انراكسون كان تعرض لعملية لا أخلاقية ما نجمش نقولها في التلفزة ما عندنا جمش يضبط نفسه إلى رياجي الفيديو اللي جابه يصير إضاءة البارح الفيديو هذاكه انتع الكاميراد والسيرفيونس كاميراد والسيرفيونس اللي هي على بلدية سوسا اللي هي مرفق عمومي اللي هي الجار الملعب انتع سوسا اللي هو مرفق عمومي والتسجيل هذاكه لا يجب أعطاء حتى حد بخلاف الأمن هنا في رادس عندنا الكاميراد السيرفيونس ما احنا ما ناخدوهمش كيفاش يوقع تعطيهم الجمعية واكثر من هذا تعطيهم ويوقع فيه مونتاج إذا كان موقعش مونتاج كيفاش ينفسروا ما لأنه اللقطات اللي تضرب فيها معين الشعباني يضرب فيها الدكتور بن أحمد يضربوا فيها الأعضاء الوافد انتع الترجل هذه يضربوا فيها الأمن بلوحة قد هكا كيفاش اتنحات هذي ماذا بينا أنه البلدية والأمن يفتح فيه تحقيق يشوف شو موضوع هذا ثم نجيه للمقابلة التعسوسة مقابلة التعسوسة عندنا سنة اللي قبل الماضية يا سيدي المقابلة توقفت والدكتور ياسين بن أحمد عند خروجه من الملعب وقته خرجوا الحكم وقال اعتداء عليه جسديا السنة اللي قبلها في كأس فريقيا نفس الشيء يعني العنف الجسدي موجود موجود ديما أعطيني أن هي الفريق كل الفرق التونسي اللي نعبوا معهم احنا في رادس تماشي فريق تعرض للعنف الجسدي من طرف اللعبين والمسؤولي تعتراج جسدي في حجرة الملابس كانوا يقعوا مشاكل في الملعب صحيح والمشاكل ما نشأ احنا طرف فيهم فقط طرف فيهم الفرق نعبوا معها واحنا كذلك اما احنا حدها التنافس يقع حده المستطيع والله كنا نوده أنه يعني الناس هذوما اللي يوم المباراة تشوفهم يعني في صيفة وفي سينة ما تنصفهاش التشنج كبير يسر ثم من غدوية يسر وينظروا يعطي هنا في دروس ماذا بنا نشوفه من ديس هذوما أحب نشوف المباراة هذه عطيني شكون بداب العنف الصور عندكم شكون بداب العنف وشكون يدافع على نفسه إذا كانت تلقى اللاعب من تراجل ياضي بداب العنف التراجل ياضي اليوم استعدى بشتعاقبه أما إنسان اللي تلقاه أنت بش يدافع على نفسه وتلقى عليه واحد لاعب واحد خلقين عليه عشرة ولا خمسة عشر من واحد يبدو لي أنه كل إنسان يدافع على نفسه من المؤشف أنه تم فرق تحب تربح خاصة في الميدين تاحها بكل الطرق بكل الطرق رجعنا نرجع لك المباراة كأس إفريقيا توقف الماتس يوقف بالرغم اللي الحكم ما وش تونسي حكم أجنب يعني وين ماشيين أنا بودي اليوم لو كان جينا ندوره نقعد وحاول طاولة ونتكلمه مع بعضنا الكل حاول أنه نهوض بالرياضة التونسية عيب أنه من هذل حد لليوم الخميس قاعد ينتكلمه على العنف اللي صار في الملاعب ويحبوا يحشوا ترجل هذه مهما كانت تكاليف في قضية اللي هي ما عندها لا ناقة ولا جمال فيها ترجل دي مش بتلعب في مقابلة الشوة ذنبها ترجل دي كان عندها فريق صحيح فريق عتيد اللي ينجب يدفع على نفسه إذا كما تربحنيش تتعد عليها بلاش بالرياضة دي